في كل مرة في الكتاب المقدس في قضاء إلهي بيكون في تحذير إلهي دايماً الله بيعطي فرصة أن يكلم الناس عما سيحدث مثل يسوع في العهد الجديد يتكلم عن أوبئة في آخر الزمن لكن لاحظ هذا الشيء ابتدأ الشعوب كنعان يعني الرب أمر بإبادة هذه الشعوب لكن أعطاها فرصة أكثر من 400 سنة من وقت موعد إبراهيم بنسل وأن هذا النسل سيكون في أرض غريبة يتكلم عن شعب إسرائيل لما ذهب يعقوب والأصباط أولاده كلهم لمصر وكثروا في مصر رجعوا من مصر بعد أكثر من 400 سنة لكن كانت كلمة الرب لأنه كأس الأموريين لسه ما اكتمل ومع إنه الرب أعطى تحذيرات فالكنعانيين كانوا بمارسوا عبادات وثنية منها ذبائح الأطفال وكانوا بمارسوا عدات شريرة جدا شزوز الجنسة بكل أنواعه ومش بالطريقة الكتابية الطريقة الإلهية ووصل الوضع لهذا الشزوز إنه مع الحيونات فالكتاب في أصفار موسى عم بيتكلم بيقول إنه الأرض نفسها الطبيعة هي اللي رح تلفز هذا الشعب وهذا الشكان من الأرض بسبب المساوئ بسبب الأمراض بسبب الأوبئة بسبب الشزوز بسبب الخطيئة بسبب الوثنية بسبب الإبتعاد عن الله فابتلأت الأمور في شعوب كنعان وعلى فكرة كيف نعرف من رحاب لما دخل يشوع وقالت إنه إحنا سمعنا شو الرب عمل بالمصريين فإذا كان عندهم المعرفة عن هذا الموضوع شعوب كنعان الرب أراد إنه يشيلها بسبب الخطيئة اللي سببت الأوبئة وانتشار الأمراض